أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنخل ذات الأكمام والحبض العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالكخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان برج البحرين يلتقيان بينهما برزح لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللول والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالألام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنحروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتما تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ارسلوا عليكما شواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومات لا يسألوا عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماء فيوخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوف بينهما وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطاء ومن استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثوا النس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان واتكينا لارفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربكا دي الجلال والإكرام صدق الله العظيم ربك رحي الصدري والسري أمري وحلو العبدة من لساني يفقه وخولي اللهم صلي وسلام وبارك على سيدنا محمد اللهم يجعل هذه الغراءة فيها رقية من العين والحسد والسحر والمس وكل الأعمال الشاوذة إن شاء الله وجلب لخيرات وشفاء من كل داء اللهم أنفع من سمعها منفعة تامة واكشف عنه ضره وأكفيه ما أهمه ويسر له أمره وألي قدره مقامه واحفظه بما تحفظ به بادك الصالحين واحتعاليه بما يرضيه يا رب العالمين وبما يرضيك أن يعمل إن شاء الله نفعكم الله بهذه الركياة إن شاء الله وجزاكم الله خيرة اشتركوا في القناة